السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتو بتشوفوني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا حنان واهلا بيكم فيديو النهاردة فيديو كده في تشجيع وفي حماس اول حاجة هنا الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده كان ولادي يجعوا من المدرسة وخلصت غدينها الحمد لله وزي ما بنقول كده بشطة بالمطبخ وبخلصوا عشان معاي كده حاجة هعملها وهرجع له تاني بالليل لان انا يعني عادة لما ببدأ الحاجة الحلوة الاول وبعد كده ببدأ في الاكل او الطبيق ولكن لا النهاردة ما عملتش كده الوقت الصبح مكفنيش عملت كذا حاجة اللي هبدأ بي عملت يعني الاكل وكده واخر النهار خلص هعمل الحاجة الحلوة معاكم ان شاء الله في اخر الفيديو اذا انت جديدة عندي في القناة ودخلت قناتي بالصدفة بتمنى نيتي تشترك تفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك الفيديو اول ما بنزله ولو انت بتبعاني من زمان بتمنى نيتي تأكدي على الجرس انه متفعل على اول اختيار عندك على الكل عشان يوصلك الفيديو اول ما بنزله الوقت ده بعد اما بخلص خلاص بحب اضل من المطبخ واقفل للستاير وقال لهم خلاص المطعم مغلق وبعد كده يعني بنريح كده شوية وقت العصر وبنقوم بقى نشوف اللوارانة وببدأ تاني بقى بعد المغرب اكمل بقى بقى اليوم بتاعي هنا خلاص بقى كان المغرب الحمد اللي ازن وصلينا خلاص فاجيت بقى للغسالة كنت عايزة اعمل فيها غسلة زي ما انتو شايفين السبت مليان وعندي سبت تاني مليان برضو فهدوم الشتة كتير والغسيل او البول على طول يعني ما بناخدش فرصة ان احنا نشوف الغسالة فيها ايه بصوا بقى بصيت في الغسالة الكويتشة بتاعتها اللي تحت دي زي ما انتو شايفين معبية يعني معلش بعتزر عن المنظر انا عارفة ان بس لو الله لو فتحت الغسالات عندكم لو كنتو ديكم فترة ما نضفتوهاش هتلاقوا فيها حاجات زي كده كتير يلا افتحوها ونضفوها معايا بقى بصوا انا حضرت هنا بيكاربوناتو السودا او الكاربوناتو اللي بنحطها للطعمية وكده بس دي بتاعت التنظيف وززت الخل وفوطة للطنظيف وجبت الجوانت بتاعي عشان مكان الغسالة وكت زي ما انتو عايفين المسحوق بتاعها بيبقى قوي فما يتعبناش في ادينا يعني زي ما انتو عايفين الشتة وكده فهيخلي ادينا تهرشنا بس فهبدأ دلوقتي اول حاجة هاجيب الفوطة وبنشف كده المية زي ما انتو شايفين بصوا المية بتطلع شكلها فظيئة معيني شكرا سيما شكرا بجأة شكرا شكرا الشكرا شكرا شكرا اشتركوا منظر الحاجات اللي طلعا ويعني الفوطة كلها توسخد انتم تمسكوها وبتمشو بها بقى على دير الكويتش كلها بتاعت الغسالة من فوق ومن تحت هتلاقوا كلها فيها مكان الهدوم ومكان الحاجات اللي احنا بنخسلها فهتلاقوا كلها مجمعة لان ده اخر حتة تحت في الكويتش فبيتجمع فيها المية وبقيت الرواسب كلها بتاعت الغسالة جبت هنا بيكربونات الصودة رشتها كده وجبت الفرشة بدأت كده ادعك شوية ممكن تستخدم فرشة اسنان عادية بس انا دي اللي لقيتها قدامي وبدأت كده يعني افرش الحتة اللي هي داخلية جيت هنا بقى حطت بيكربونات صودة تاني وحطت في الحلة من جوه عشان هشغلها فيها بس هحط عليها الاول على البيكربونات الصودة دي من جوه هحط عليها خل زي ما انتم شايفين كده سمعين الصوت بتعمل فوران برضو بيعقم وبينضف الخل حلو جدا في الغسالات الاطماتيك يعني انا كل فترة بستخدمه بس انا طولت على الغسالة بصراحة الفترة دي لاني كانت الاجازة وكان عندي ناس وكده وبعد كده جات المدرسة على طول وانت عارفين اجازة نسل سنة صغيرة مش كبيرة وبعدين بحس ان فترة المدرسة احسن فترة لتنظيم الوقت وان انتم كل يوم تحطوا حاجات لنفسكم تعملوها هتلاقوا يعني بجد اكتر وقت تقدروا تنجزوا فيه اوقات بتكون الدراسة شغالة يعني لاني اولادكم بيبقوا منظمين وكل حاجة محسوبة بالدقيقة وانتم طبعا بالتابعية بتبقى انتم منظمين اليوم بتاعكم فهتلاقوا حاجات كثيرة وتقدروا تعملوها فانا بازن الله في الفيديوهات الجاية كل فيديو هبقى مسك لكم حاجة كده تلاجة غسالة خلاط فرن ننضف كل حاجة كده مع بعض بحس ان ان شاء الله يجي علينا رمضان نكون كل حاجتنا جاهزة وما نضيعش اي وقت فيها شغلت الغسالة زي ما شفته حطيت برضو في الدرج خل وبيكاربوناتو وشغلتها فضية عشان تاخد دورة خل كده وتنضف واجعت تاني للمطبخ هنا هعمل معاكم كيكتل الفانيليا اول حاجة هنا بحضر ورقة الزبدة بجيب جزء من رول بتاع الزبدة بطبقه زي ما انتم شايفين وبقيس كده من النص وباجي عند الحتة دي وبقص اشتركوا في القناة 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 هنا انا هستخدم علبة القناة الجاهز من بيت كروكر يعني كيك الفانيليا مكتوب التعليمات من وراء يعني محتاجين 3 بيضات هي العلبة دي تقريبا 425 جروم كتبين عليها من وراء هي محتاجة 3 بيضات متوسطين وتسعين مل زيت نباتي اللي هو يعني تقريبا 6 ملاعق كبير و180 مل مياه ممكن يبقى فيه استبدال لو احنا عايزينها دسمة شوية بدل المياه هيبقى حليب وبدل الزيت تبقى زبت دي بسيطة جدا احلى حاجة فيها ان هي ولا محتاجة مضرب كهربائي ولا اي حاجة انا جبت المضرب اليدوي العادي وحطيت كل المكونات مع بعض وبدأت كده اخلطهم كويس قوي لغاية لما تنعم خالص تنعم خالص اشتركوا في القناة طبعا انا مسخنا الفرن قبل ما ابدأ في الكيك خالص على 180 وده طبعا اساسي قبل ما نبدأ في اي كيك لازم بنسخن الفرن قبلها الكيكة هنا استوت واختبرتها بخلة اسنان لقيتها طلعت نظيفة وطلعتها سبتها طبرت شوية وبعد كده قلبتها على الصناعة بعد ما قلبتها على الصناعة دي على اساس ان احنا هنقطحها وناكلها عادي فجل في دماغي ان انا لا اعيز احط عليها كريمة من فوق فحطتها على الطبق ده عشان اعرف يعني ازواءها بشكل احسن من الصناعة جبت هنا كريم شانتية وحبيت ان انا احط عليها كده من فوق بس لاني لو انا عايز اقسمها يعني انا بحس ان هي ايه دبكة بقى وشغلانة وعايز اقسمها وحشيها من جوة فحبيت ان انا احط عليها بس من فوق كده الكريمة اللي موجودة عندي وديها منظر حلو زي ما هتشوفوا كده انا هزواءها بتزوئ بسيط جدا اشتركوا في القناة زي انتهى كده من فوق شرايح اللوز وبعد كده حطت عليها سكر ملون باللون الدهبي وحاسيت ان هو ده افسط تزيين ممكن اعمله فيها اشتركوا في القناة انفع خالص ان هي تتقطع دلوقتي كده لازم احطها شوية في التلاجة اصلا الوقت لسه بدأ يعني الساعة لسه ما كانتش جات سبعة آآ سبتها شوية في التلاجة وبعد كده طلعتها عشان اقطعها وكل واحد كده ياخد له قطعة ويدخلوا يناموا بقى خلاص اليوم بتاعنا خلص طبعا بعد التقطيع لازم انا هدقها اول واحدة بصوا طلعت طعمها خرافة طلعت حلوة جدا كمان الكريم عليها من فوق مدية لها اضافة كده ولمسة بسيطة خالص غير نهاية طريقة قوي من جورة وحشة يعني مش محتاجة نهاية تتسقي حليب او اي حاجة الكريم عليها من فوق كده مدية طعم خطيرة حلوة جدا عندي هنا احمد واقف جنبي لازم يختبرها طبعا لازم يدرها يقول لي جميلة كل ام في البيت يعني لازم تعمل حاجة حلوة تعمل حاجة دافية تشربها هي والولاد مع بعض اعملوا زكريات حلوة بينك وبين بعض في البيت يعني مش كل زكرياتنا مع الولاد تبقى الهوية ادخل زاكر لم يهدومك ادخل استحمى الحاجات دي كلها لا لازم يبقى فيه زكريات حلوة نقعد مع بعض نتكلم احنا وولادنا نبقى قاعدين كده من غير اجهزة من غير تلفزيون ما يبقى شغال نتكلم على اليوم بتاعهم عملوا فيه ايه اخدوا فيه ايه الوقت اللي بيبقى احنا فيه في البيت كاب وامه الاولاد معانا صغيرين مش طويل فجأة بنلاقي الاولاد ما شاء الله كبروا كل يعني ولد بقى او بنت اللي سافر واللي راح يكمل درسته في اي حتة ولو احنا كامهات قاعدنا نقول ايه لا لما نخلص لو انا هنبقى نعود معاهم مش بيخلص بشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته